السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة ما لا يعرفه المسيحيون عن الكتاب المقدس مع الاسف صورت نفس الفيديو ده من يومين وبعد التصوير فجأت ان الصوت فيه مشكلة لان المايك عندي بيحتضر فلازم اشتري مايك جديد ان شاء الله قريب على العموم في الحلقة الاولى تحدثت عن ضياع اصول الكتاب المقدس وعن وجود فاصل زمني كبير بين الاصول وبين المخطوطات الحالية وفي الحلقة الثانية تحدثت عن اختلاف المخطوطات وان مفيش مخطوطين للكتاب المقدس متطابقتين وان المخطوطات الموجودة مليئة بالاخطاء من كل نوع مما يفقدنا الثقة في موسقية هذه المخطوطات وبالتالي نفقد الثقة في موسقية الكتاب المقدس نفسه اليوم ان شاء الله سنتحدث عن الاسفار القانونية او المقدسة غالبيات المسيحيين يعتقدون ان الكتاب المقدس لا خلاف حوله عند كل المسيحيين وان جميع المسيحيين يؤمنون بنفس الكتاب وهذا غير صحيح لان حتى بدون الدخول في تفاصيل النصوص سنجد ان الاسفار مختلف حولها بعضهم يقدس اسفار لا يقدسها الاخرون وهكذا لذلك سنتكلم في نقطتين في هذه الحلقة النقطة الاولى اختلاف اسفار الاباء الاوائل عن الاسفار الحالية النقطة التانية اختلاف المسيحيين اليوم حول الاسفار المقدسة وفي نهاية الحلقة هطرح بعض الاسئلة على المسيحيين وسانتظر الاجابة فتابعوا الفيديو للنهاية قبل ما ندخل في الموضوع اشتركوا في القناة عشان خلاص باقي حاجة وسيطة ونوصل لربع مليون متخيل ربع مليون انا شخصية مش متخيل المهم اول نقطة هي اختلاف اسفار الاباء الاوائل عن الاسفار الحالية الاختلاف حول تحديد الاسفار اختلاف موجود منذ القرون الاولى للمسيحية فتجد كل اب من الاباء الاوائل عنده قائمة اسفار غير اللي بيؤمن بها الاب الاخر فكان الموضوع يخضع لاجتهاد كل واحد منهم على سبيل المثال قديس الكنيسة اثاناسيوس وهو اهم الاباء على مر التاريخ ما بقولش من اهم لا هو اهم الاباء على مر التاريخ كانت قائمة الاسفار المقدسة عنده لا تضم سفر استير كذلك الاسقف ميلتو اسقف ساردس اللي عاش في القرن الثاني الميلادي طبعا انت ممكن ما تكونش عارف ايه ساردس دي ساردس دي هي حاليا مدينة سيرت في ليبيا قائمة الاسفار عند ميلتو كانت مختلفة عن الاسفار الحالية يحكي لنا يوسابوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة عن قائمة ميلتو فيقول ان شخص اسمه انيسموس ارسل رسالة للاسقف ميلتو يطلب منه معرفة قائمة الاسفار المقدسة فالاسقف ميلتو سافر من ليبيا لفلسطين خصيصا من اجل الحصول على قائمة دقيقة باسماء الاسفار واضح ان مجرد معرفة قائمة الاسفار كان امر صعب جدا فما بالكم بالنصوص الموجودة داخل الاسفار متكلم عن اسقف يعني مش شخص عادي المهم انه سافر من ساردس الى فلسطين ليحضر قائمة دقيقة باسماء الاسفار وكانت المفاجأة ان قائمة ميلتو خالية من سفر استير احكاية سفر استير وايضا قديس الكنيسة هيبوليتس الروماني اللي عاش في القرن الثاني والثالث الميلادي كانت قائمة الاسفار عنده مختلفة عن الاسفار الحالية فلم يؤمن بالرسالة الى العبرانيين ولا رسالة بوتلوس الثانية ولا برسالة يحنى الثالثة ولا برسالة يهوذا وربما لو عاش كمان يومين كان ممكن ينكر باقي الاسفار ايضا كوروليس الارشاليمي اللي عاش في القرن الرابع الميلادي لم يكن يؤمن برؤية يحنى فيبدو بوضوح كما رأينا ان امر الخلاف في الاسفار المقدسة هو امر فرض نفسه على الكنيسة الاولى حتى ان الاباء الاوائل انفسهم لم يجتمعوا فيما بينهم على كتاب واحد فما بالكم باختلافهم مع الهراطقة ممكن تقول ان الخلافات دي كانت زمان وملهاش وجود دلوقتي احب اقولك ان ده مش صحيح وهذا يأخذنا للنقطة الثانية هل المسيحيون متفقون حول اسفار الكتاب المقدس؟ لا يكتمع النصارى اليوم على كتاب مقدس واحد فالكنيسة الارثوزكسية تؤمن باسفار لا يؤمن بها البروتستانت والكنيسة الاثيوبية تؤمن باسفار لا تؤمن بها بقية الكنائس موسوعة الخدم القبطي في الجزء الثاني الف مدت لهوت مقارن صفحة خمسة وتسعين بتقول عن البروتستانت هم لا يؤمنون ببعض اسفار الكتاب المقدس لذلك حذفوا ما لم يؤمنوا به من العهد القديم وهي اسفار طبيا ويهودت والمكابين الاول والثاني وياشوع بن سيراخ ونبؤة باروخ وتتمة سفر استير وسفر الحكمة لسليمان الحكيم وتتمة سفر دانيال وقصة سوسنة وهذه كلها هي الاصفار القانونية الثانية التي نؤمن بها نحن الارثوزكس وايضا الكاتوليك يؤمنون بها لو متعرفش مواسوعة الخدم القبطي فانت اكيد عارف البابا شنودة وهو قال نفس الكلام ده في اللهوت المقارن لجزء الاول صفحة خمستاشر يعني الارثوزكس والكاتوليك عندهم تلاتة وسبعين سفر لكن البرتستانت عندهم ستة وستين سفر فقال الحكاية رايحين الملكوت ولا مش رايحين اما الكنيسة الاسيوبية فكذلك تؤمن بكتاب مقدس تختلف اسفاره عن اسفار الكنيس الاخرى وتشهد بذلك دائرة المعرف الكتابية حيث تقول يتكون الكتاب المقدس الحبشي من ستة واربعين سفرا في العهد القديم وخمسة وثلاثين سفرا في العهد الجديد فعلاوة على الاسفار القانونية المعترف بها فانهم يقبلون راعي هرماس وقانونية المجامع ورسائل كليمندس والمكابيين وطبيا ويهودت والحكمة ويشوع بن سيراخ وباروخ وأسفر اسدارس الأربعة وصعود إشعية وسفر آدم ويشوع بن جوريون وأخ نوخ واليبيل ما شاء الله شيء جميل جدا الخلاص حتى لا أطيل عليكم الكتاب المقدس مختلف حول أسفاره منذ القرون الأولى للمسيحية وحتى الآن وكل هذا لأنه لا توجد قاعدة محددة لتحديد الأسفار فالمسألة اجتهادية وحسب تقدير كل شخص والسؤال الآن هل يمكن لبعض المسيحيين اليوم أن ينكروا بعض الأسفار كما أنكرها الأباء لوائل؟ ولو فعلوا فما مصيرهم؟ هل ستحرمهم الكنيسة؟ أم سيظلوا مسيحيين؟ هل الإيمان بكل الأسفار شيء مهم وضروري أصلا؟ ولا عادي مش مهم؟ طيب إذا كنت أرثوزوكسي أو كاثوليكي فما مصير البروتستانتي الذين ينكرون سبعة أسفار تؤمن أنها مقدسة؟ وإذا كنت ببروتستانتي فما مصير الأرثوزوكس والكاثوليك الذين يضيفون سبعة أسفار للكتاب المقدس؟ كيف نثق في الكتاب المقدس ولا باء أنفسهم لم يتفقوا حول الأسفار؟ فكروا في هذه الأسئلة جيدا وانتظرونا في الحلقة الرابعة إن شاء الله إذا استفدتم من الفيديو اضغطوا لايك ونشوروا بين المهتمين واشتركوا في القناة لتصلكم الفيديوهات الجديدة باستمرار ولو حبين تدعموا القناة عشان نستمر ونتطور ونشتري أدوات أفضل للتصوير فده ممكن من خلال بيتريون والبيبال والروابط في وصف الفيديو ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته